عشان نعمل عصير اللمون بالمياه الغازية عندنا مياه غازية لونها ابيض بدون مش ملونة يعني فانيليا وهنا الفانيليا تكون سيلة او تكون باكت مفيش مشكلة عندنا سكر نعناع اخضر فراش ويكون بلدي كريمة او لبن انا هستخدم كريمة لاني هستخدم حبة صغيرين اوي بس تفرق اوي 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 في القوام بتاعها بتبقى طحفة عندنا تلج وعندنا بقى للتقديم سكر ملون سكر سنترى فيش عادي خالص قدنا له لون اخضر او لون احمر وفردناه على صنية لحد ما نشف بس كده يعني مش اكتر من كده ودي الوان جل وعندي كريمة مخفوقة للتقديم نقول بسم الله طيب بمناسبة السؤال اللي جالنا عن الطفلة اللي ضعيفة شوية كتير جدا بيجيلي الاسئلة دي على السوشيال ميديا ولما بجاوب الاجابات دي الناس بتقولي يا اميرة انت كنت بتقولي الاجابات دي قبل ما تدرسي انت دلوقتي درسة المفروض تردي لا انا درسة مش الدراسة اللي تخليني الغي الدكتور يعني انا دراستي تكمل الدكتور يعني الدكتور يشخص ويحلل ويوصف ويقول ويدي العلاج وبعدين يقول ناكل ايه وما ناكلش ايه تيجي بقى وظيفتي انا ان انا اعمل الحاجات اللي ما تدرش الحالة وتفيدها وتبقى طعمها حلو ومفيدة وشكلها حلو وتركبتها مظبوطة كاكل كوصفة وانا فهم انا بعمل ايه عشان درست لكن دراستي وشغلتي لا تلغي الدكتور ابدا انا بكمل بعد دوره فعشان الموضوع ده لازم يبقى واضح حطينا لمون حطينا فانيليا سكر حسب الرغبة طبعا وقليل لان المياه الغازية مسكرة نعناع فراش اخدر شوية كريمة صغيرين جدا يعني نص كباي مياه غازية لونها ابيض وتكون لسه مفتوحة طبعا في ساعتها عشان ما تكونش فقدت السوداء اللي فيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة